احنا الفاضل عثمان الخميس صلاة التراويحة صليها مع أهلي كم لازم العدد الجزاء الله خير يكون؟ أبداً لو واحد لو واحد صلاة الجماعة بأثنين لو هو زوجته لو هزوجته جائز اي بس هو الإمام هو الإمام ما أكيد هو الإمام أكيد هو الإمام طيب صلي مع زوجتي يصلي مع عياله طيب و زوجته ممكن تكون على يمينة ممكن تكون و راها ممكن تكون يجوز أن تكون يدر إن شاء الله تعالى و إذا كان معه أكثر رياه حيانا يكون معه عياله و عياله صغار يصلون و راه صلون و راه ما هو المشكل يعني يصلون و راه و بالعاكسة تصور يعني شوف فهي سعى волконأ ويجعل الله فيه خيراً كثيراً سبحانه زين لعل هذه نعمة نحن الآن تصورنا كل شيء يعني ألم وهم وغم حنا خلنا مثلهم هذا توقع قبل قليل هذا اللي يقول عليه السلبية اللي يقول لش نطالع للشيء بسلبية نعم نعم قد تكون بالأكس يعني أمور جديدة يعني إحياء الصلاة التراويح في البيت سبحان الله رفلون وهي الأصل سبحان الله زين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة نعم اللي هي الفرد الفرد صلاة تروح في البيت ويهلة اليهال الصغار يشوفون الصلاة يتعلمون قبل حلنا نروح الصلاة يا أنا ما ندر عنهم اليهال الصغار عرف شلان لكن الحل ما يشوفوا كل البيت يصلون صح خاصة لو يصاروا يصلون مع بعض وكذا رح يصير شايدين شعورك شعورك تغير غير أنك أصلاً أنت ما أخذ الأجر هي سبحان الله هي نعم ولا يعلمون بأن أجر أكبر نعم نعم أنت ما أخذ أجر النية أصلاً لأنك إنت لو فتحت المساجد بتصلي هناك ما فتحت الحمد لله أنت مصلي هنا فأنت ناوي أنك تصلي في المسجد ما صار صليتيني وما أخذ أجر المسجد سبحان الله يعني هذا يصبح أجرين أجر بالنية الله علم بس إن أجر النية يأخذ قطعاً أن نصلي في المسجد سواء الفريضة أو الجمعة نعم أو التراوية ضيق